النجم الكبير والأسطورة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بزيارة لمقر الأهلي بالشيخ زايد كابتن محمود النهاردة راح الشيخ زايد واتفرج على إيه اللي بيحصل في الشيخ زايد مش بس التجمع الخامس مش بس التجمع الخامس مش بس الجزيرة مش بس مدينة ناصر ولكن في ظل الزيارات المتتالية اللي بيقوم بيها كابتن خطيب لمقرات الأهلي المختلفة وزي ما احنا متعودين منه الحقيقة كابتن خطيب كان متواجد أو دائما ما يكون متواجد في كل الفروع والمقرات علشان يتفقد الإنشاءات والتجهيزات بكل الفروع ليه هو بيعمل كده؟ بيعمل كده لتقديم أفضل خدمة تليق بأعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء كابتن خطيب النهاردة كان حريص في جولته على عملية أنه هو يتفقد عملية إنشاء البوابات الجديدة بشارع النزهة وبالمناسبة هتبقى بوابات على أعلى كالعادة يعني على أعلى أعلى مستوى وأماكن انتظار للسيارات الملحقة بهذه البوابات حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف وتجرأ حاليا أعمال التشجير والتشتيبات النهائية لتكون جاهزة لخدمة الأعضاء في الأول من شهر سبتمبر المقبل يعني إن شاء الله على أول تسعة حضراتكم تلاقوا الأماكن اللي أمام حضراتكم اللي هي على شارع النزهة اللي هو اعتبر أوسع شارع موجود في الشيخ زايد هتلاقي عليها بوابات النادي الأهلي البوابة اللي هي الكبيرة البوابة اللي هي موجودة في كل بوابات النادي الأهلي هتلاقيها بتتعمل أهي وتخلص وأيضاً هيكون أماكن انتظار السيارات اللي هي بتبقى مشكلة ولكن عندنا في النادي الأهلي الحمد لله والشكر لله سواء هنا في الشيخ زايد أو في التجمع الخامس أو في الجزيرة يمكن الجزيرة شوية ولكن كل الحاجات الحقيقة الباقي النادي الحاجات الجديدة كلها النادي بيحاول توفير أماكن لركن السيارات كان مع الكابتن محمود الخطيب في هذه الجولة المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع النادي بالشيخ زايد ومهندسه الشركة المسؤولة عن تنفيذ هذه المشروعات كابتن خطيب زي ما حضراتكم شايفين استمع لشرح وافن من المهندس سامح علي كامل عن خطة العمل في المنشآت الجديدة التي تجرى على قدم وساق ووجه بضرورة الانتهاء منها وفقا للمواعيد المحددة وبأفضل المواصفات وأرقى الخدمات والخامات لخدمة الأعضاء كابتن خطيب أيضا كان حريص على متابعة الأعمال الانشائية في منطقة المسجد الجديد والتي أوشكت على الانتهاء ليتم البدء فورا في تجهيز المسجد بأعمال الإنارة والفرش لافتتاحه في الأول من نوفمبر المقبل زي ما حضراتكم شايفين كل شهر هتلاقي افتتاح كل شهر هتلاقي حاجة جديدة في التجمع أو في مقارات النادي الأهل المختلفة سواء في التجمع أو في مدينة ناصر النهاردة هذه الزيارة للكابتن خطيب في الشيخ زي أيضا الكابت الخطيب تفقد المنطقة المخصصة لتركيب الشاشة الأملاقة والتي تتسع لأكتر من ألفين عضو وملحق بها منافس خدمية ويجري العمل بها اعتبارا من الغد للانتهاء منها في غدون تلت أسابيع وكذلك المنطقة المخصصة لإنشاء حمام السباحة الجديد على مساحة كان بقى اسمع حضرتك المساحات واسمع التكاليف اللي بتحصل سبع تلاف متر تقريبا سبع تلاف متر وتشمل حمام سباحة للتدريب والمسابقات وملحق به منطقة ألعاب مائية للأطفال وغرف خلع للملابس أيضا تضمنت الجولة تفقد الكابت الخطيب لملعب النجيل الصناعي زي ما حضراتكم شايفين اللي تم الانتهاء منه وفقا لأفضل وأعلى المعاين الحمد لله كل الأمور أصبحت جهزة للعمل بعد التشجير والتزويد هذه الأمور بكشفات إنارة على أعلى أعلى مستوى زي ما حضراتكم شايفين الكلام اللي احنا بنتكلمه ده مش كلام من الهوى اللي أمام حضرتك ده على أرض الواقع موجود في الشيخ زايد يعني حضرتك لو روحت الشيخ زايد هتلاقي البوابة الرابط تخلص هتلاقي أماكن للكن عربيتك هتلاقي الملعب ده موجود واللي الكابتن واقف عليه وهتلاقي الإنارة بتاعته موجودة هتلاقي النجيل بتاعه النجيل الصناعي بتاعه أفضل مستوى من النجيل الصناعي اللي موجود في مصر واللي بيتم استراضه هتلاقي كل حاجة موجودة الكلام اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكو ده هتلاقوه موجود داخل مقر النادي الاهلي في الشيخ زايت يا عم اسلام انتو لسه فاتحين القاهرة الجديدة ايوة القاهرة الجديدة الحمد لله الامور مشى فيه بشكل جيد احنا النهاردة بنتكلم عن افتتاحات جديدة هتشوفها في شهر 9 و هتشوفها في شهر 10 و هتشوفها في شهر 11 او انا اسف في شهر 9 والمسجد على اول نوفمبر ان شاء الله يكون جاهز بعد فرشه و بعد انارته بالمناسبة هذا هو المعنى الحقيقي للكلمة اللي موجودة في كل ارجاء النادي تاريخ وتطوير مبادئ وتطوير تاريخ ومبادئ وتطوير ده التطوير البوابة هي زي ما حضرتك شايف ده على ارض الواقع بتتعمل خلاص ان شاء الله اول 9 سيتم افتتاح مع اماكن راكن السيارات اهيه اللي موجودة امام حضرتك فاللي عايز يروح يشترك قبل اول 9 يروح يشترك قبل اول 9 فبالمناسبة يعني انا عايز اقول لحضراتكم حاجة واحنا بنتفرج كده للمتابعين ولمحبين ريال مادريد ريال مادريد مبارح عشان الناس لما تيجي لستاذ تركينس عربياتها تعاقد على باركينج لمدة 40 سنة يعني الكلام اللي بيحصل في الاهلي ده مش موجود والله العظيم ما موجود والله ما موجود في حتة في قندية يعني الحمد لله الجمهورية التانية والجمهورية الجديدة في مصر زي ما حضرتك شايف في كل مكان بتروح بتلاقي الامارة لازم يبقى فيها الجراش بتاحها لازم يبقى فيها الجراش بتاحها في كل مصر في مصر الجديدة كلها كده مش مصر الجديدة مدينة ناصر ولكن الجمهورية الجديدة اللي احنا ماشيين فيها بقالنا تقريبا عشر سنين فالنادي الاهلي بيعمل هذا الامر بيعمل او بيطور الامور زي ما حضرتك شايف البوابة طيب انا هيجي لي 3-4-15-1000 عضو هيعضوا فين؟ هيكنوا عربياتهم فين؟ هيعملوا ايه؟ لازم كل حاجة تبقى محسوبة زي ما حضرتك شايف عشان ما نشوفش خناقات على باركنج عربيات ومش عارف مين يقف بره يعمل لي مش عارف ايه لا يا حضرتك ما عندناش حد بيتخانق الحمد لله كل اعضاءنا حيبقوا مستريحين في الشيخ زايد وفي القاهرة الجديدة وفي الجزيرة وفي كل حت وفي مدينة ناصر وفي كل مكان وان شاء الله قريب في العالمين فزي ما بقول لحضراتكم كل هذه الامور اهو انا مش اسلامي